تعريف المتاتب العربية التي أنشاء دورو فيديو عام 1833 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات المتاتب العربية أنشاء دورو فيديو الديوان العربي عام 1833 ميلادي لتجاوز مشتلة نوفو الجزاريين من السلطات الفرنسية وقد اعتمد على المترجمين والمختصين في الشؤون العربية حيث صاروا يتصلون بروساء القبائل ويطمئنونهم بنوايا فرنسا الطيبة طالما تعاونوا معها وتانى هو المسؤول في هذا المنصب هو الجنرال الموريسير الذي كان يجيد العربية وفي سنة 1837 ميلادي تحولت هذه الهيئة إلى إدارة للشؤون العربية مسؤولة عن تسهيل عملية الاتصال بشيوخ القبائل والتفاوض معهم مطابل احترام فرنسا لأسليب عملهم وعاداتهم وتقاليدهم وتوفي الأم في مناطقهم وفي عام 1844 ميلادي طرر بيجو تأسيس المتاتب العربية بصفة رسمية وأوتل إليها مهمة إخضاء الجزائريين والتضاء على ما بقي من مؤسسات الدولة الجزائرية ثم تأسست لها متاتب فرعية لمستوى المتطعات الثلاث حتى بلغت أعدادها عام 1865 ميلادي في عمالة طسنطينة 15 مرتبا وفي عمالة الجزائر 14 مرتبا وفي عمالة وهران 12 مرتبا ملاحظة من الأطروحات المختصة في دراسة هذا الموضوع فاطمة حباش المتاتب العربية ودورها في المدى الاستعماري بالغرب الجزائري اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد